أفكار دكية لإشعال الفحم في ثواني بلا مجهود وحيا الأخرى مذهشة في الفيديو وكتشفوا معي كذلك جوجو وصفات الترافق بهم شوية دي لكم في عشر دقائق يعجبوا الصغار والكبار ويلا نبدأ على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشيدي الكرام كنتم لدي الفيديونا الإعجاب دي لكم لا تنسوا نشمل لكم البارتاج كنتم لكم في فرجة ممسيعة نبدأ على بركة الله بأول حيلة وأول فكرة كما كنتشفوا معي المجمور دي لنا نغلفوه ورق الأليمنيوم وممكن أن يغلفوه جوج مرات كي لا تتحييضوا ذاك المجمور وماذا تريدون تخلصوا وماذا تريدون مجمور دي لكم نظيف بعد ما نديرو لي جوجو تغليفات لمجمور دي لنا ندرك لكم هنا مجمور صغير لا تشوفوا معي يعني فش كتغلفو جوجو تغليفات ما يتقطع ماذا شي حاجة سوف يحتاجو هنا الحيلة دي لنا لولا كنتحتاجو واحد القطعة من هالكارتون دي لبيض إلا كان مجمور كبير من طبع الحال ركتديروا قطعة كبيرة سوف تحاولو انكم تدخلوها بهذه الطريقة هذي وكتجيبوا الفكرة اللولا اننا كنتجيبوا هاي اي ورق عندكم او هاد المناديل هادو ولا اي حاجة وكتجيبوا الزيت المستعملة دي لالقلي يعني متلحوش بها ننتجة سوف أسمعكم كذلك سي مناديلها كتقطعوا اي ورق عندكم وكتبلوه بهذا الزيت هادي دي لالقلي ولي ما عندوش رممكن يدرغي زيت المائدة العادية وما زال افكار سوف أعطاكم لكم متعددة في هذا الفيديو هذا خليكم معيني الاخير سوف نحاولو اننا نستفو الفحم دي لنا بشكل يعني اللي نخليه بحلا نبنيه يعني نخليه الفراغ ونخليه من يدخل الهواء بالنسبة لهذا اللي كتشوفوا معايا هدا رفحم مستعمل سوف نوريكم الطريقة اللي وخات شعل الفحم يعني وصافي ثاليتو باش ميضايش معكم شنو تديرو صافي كان جيبوا البريكة دي لنا كنحاولو اننا نشعلو من جميع الجواني بها تشكل هدا حيث ايجا ديري نحنا الورق من الاسفل كي يشعل بها طريقة رائعة كنحطوه في شي بالكو ولا في اي مكان مهوي مكتش تجولات نشو علي لاتشي حاجة ممكن حتى داك الكارتون ديرو له تهو شوية ديل زيت صافي الفكرة الثانية مو باش ممكن كذلك نشعلو اننا نجيبو اي ورق عدنا او مناديل كنديرو لهم شوية ديل الفازلي اللي ما تكون فيها تشي رائحة تكون عادية طبيعية صافي كنديروها كنلفوها بهتشكل هدا وكنديروها قاعم جميع جوانيب وكننشعلو كي يشعلو واحد طريقة جد رائعة هيا وممكن غير جوش في حمات ولا ثلاثة كتفرشو الورق ديال الالمينيوم في البوطة ديالكم وكتديرو فوق الشبيكة وكتوضعو هذيك الشبكة فوق البوطة حتى تشعلو وكتديرو لهم فخرات خرين وكتحطوه في شبالك وكيشان بسرعة و الورق ديال الالمينيوم راك يخلي دائما جامر انضاف غندزو الباقي الافكار خليكم معي باقي افكار متنوية شفو معي كده الوصفات اللي ممكن ترافقو معي شوية ديالكم من نسبة ل هذي الفكرة هذي فاش كتبعو تهرسو الفاحم يعني الفاحم فاش كتبعو تهرسو كتجد الخوق على الماكان كتجد الخوق على اي بلاسة هرسو فيها كتسخويتكم وكتجدو هذي كيبات تسشي ديالكارتون كيباشو معي كتعمروها وتتملؤوها وتتوضعوها في شي سشي ديال بلاستيك وصفو كتهرسوها باش ما بغيتونتو مامل فوق بحلا كنهرسو السكار يعني الا عندكم شي ديال مهراز او لا اهنين هنالكلمونيت باش كنهرس يعني فكرة رائعة كيتهرس للكم مشكلة رائعة وكيبقى تكلوسخ كامل وفي الداخل لا تجل خلال مكان لديك لتشي حاجة وممكن تحتفظي بيهتف الداخل لهاد البلاستيك كنت من هذه الفكرة تفيدكم سوف ندخل الفكرة الموالية إذا كان لديكم الفاحم دي لكم تتردق فش كاتو تشعلوه يعني ضروري أنكم قبل ترشب شوية دي الماء وتخليوا حتيين شوفوا تستعمله وكذلك إذا الشاطاء كطيب شوفوا بقال لكم في المجمر مبغيت وتما تضيعوش تطفوه بالماء يعني انت من هذه الأفكار تفيدكم اذا بغندوزوا الوصفات دينا كما تروني يحتاج كاس دي الروز هذا الروز هذا سوف تسلقوه يعني سوف تصفوه عادي وتسلق مع شوية الملح وشوية السيس وعندوزوا الخضر اللي غادي نحتاجوه يعني ما غا تشحروا وما غا تقليب كما غا تشوفوا معي دير الخضر اللي متوفرة عندكم أنا هنا عندي كما تشوفوا معي البسلم قطعها رقيقة وعندي الجزر مبشور وبتاطا كدالي قطع قطع صغيرة والفلافيل بالأنواع الخضرة والحمرة متوفرة عندكم السفرة زيدوها مهم هنا الخضر كسبقة على حساب الرغبة والكمية كديرك على حساب عدد الأشخاص كنديرو شوية الملح كرشوب هاد الخضر هادي كنديرو الفوفو الأسود هاي الابزار أو كنديرو قطعات من الزيت يعني تزيد طروري كدورو واحد يجمع القاكة على هاد الخضر هادي باش تتحمر لكم وتشوى لكم في الفرن واحد طريقة هائلة ديرو اين هاد الزيت نسو ما بغيتو سافي غا ندخل هاد اللطا ديالي او المول ديالي او مهم وفاش غادي يتحمر كيمشو معايا هنا خرجتها يعني بكتو تحركوها مرة واحدة في الفرن كتتحركوها كديروها من اللي تحتو النار كتكون فوق منها يعني ما كتتعدووش نهائيا كدش محمرة والديدة وهاو الروس ديالي بعد ما تتسلقوا وصفيتو كيمكتشوفوا معايا كنديجا كنديرا مع شوية زيت وشوية ملحة هاو كيكون بنين في الاخير غادي نضيفو شوية الفلفو الأسود والملح لحساب الدوقس في هاد الوصفة السهلة وسريعة والديدة بزاف شربوها على حسابي اردو عليها يعني خفيفة الفطار وخفيفة كذلك حسال لاشا ممكن ترافقوها مع الحمشويف كوكوت اللي ديجا تقاسمت معاكم ممكن ترافقوها مع قطيبات ممكن ترافقوها مع اي حاجة انتو مبغيتو وكذلك ممكن تضيفو لها قطع ديالتشاجها كيلك تديرو نفسي مقيلة بصورة وكيكون طبق كذلك رئيسي علش الله كنتم بنا فعلا هاد الوصفة الناس هاد الوصفة الناس هيدكم راها كتجي لديدة بزاف بالنسبة الاضافات لكم الاختيار ديفو الفرماج ديفو زعتر محكوك هنه هنه غنضيف شوية الابضار شوية الاملح سافي او قطرة سمزيد زيتون وغنقتمها بصحسكم وراحسكم في الاخير كنحطف عليها قطع ديالفرماج اللي بغي يدير معها هاد الفرماج هكا الحمر او لقطع قطع ديالفرماج مهم اي حاجة دفتوها اللي هارا كتزيدها لدع لديدة ما شاء الله لان هاد الخدر هادي كتكون محمرة في الفرم بحط طريقة رائعة ما تشحروا ما تقليوا ما تعدوا ما تشي حاجة عشرة دقائق هاد الوصفة كتوجد غير الخدرة كتطيفو الفران عشرة دقائق والروس اهلا ما يتسلق سافي كتصفوه وتخلطوهم وكتقطنوهم بصحتكم وراحسكم بالنسبة الفكرة التانية هاتي عشتجو فيها خاطئة الورس كما تشوفو معايا بعد ما غدي نجيب دا تنجرة ديال دا تنجرة كتديروا فيها هاتي هي اي نوع ديال الخدر اللي بجيتو فيها وكتحتاجو شي الزلافة اللي قد تكون ضيفة هذا الشكل هدا ملاحسن تكون بيضاء كما تشوفو معي وكتديروها في الواسط كما هو عندروفة الزلافة هاتي غدي ندرو فيها داك الورس بعدما غنغسله اغسله انصفي وطريقة كيفش كتتب هاد الخدر فقط بالبخار والروز التي تسلق في الزلافة سوف تأتي بحالة مبخرة ولكن ما نأكد ونصحكم به هو أن النار تكون مهيلة بحالة مطفية النار لكي تكون في 10-15 دقيقة تكون واجدة هذه المصفة من نسبة لهذا الروز نضيف الزلافة من الأفضل تملؤها ونضيف واحد مع القديل الزبي بتيبقى اختياري ونضيف حلقة الأخيرة ونضيف حلقة استطيع قليل مساء مقطع ونضيف ملح أو ملح أو ملح فقط هذا الأنار فقد أخذ الأرز زين ملح أخر ونضيف ملح أو ملح الملح أو ملح والمزار فهتناء أخذها على طبيعتها فقط الأرز فقد أخذ الأرز سوف نسد نجرة و هذه الخضراء ماشاء الله سوف نضيف فقط و الروس سوف يكون طائب و يكون رائب و تشوفوا معي النتيجة في الأخير سوف نتقاسمها معكم سوف نسد نجرة سوف ندافق النار من بداية 0 بعد نحسب لها 15 دقيقة و نضيف النار على نار مهيلة بحشما نهائيا ردوا البال مع النار و حتى التوقيت ممكن في 10 دقيقة تقلبوها سوف نحل على تنجرة على حساب تنجرة دي لكم ماشتقيلة و ماشتخفيفة باش ما تتحركش لكم الخضراء يعني يرى ممكن تقلبوها في أي لحظة بغيتون سوف باش ما تتحركش لكم الخضراء ولكن النار تكون مهيلة نأكد و نعود كما تشوفوا معي هذه الأصفارة دايرة سنين هذي و انا كنديرها و نعودها يعني كتجي لديدة ماشاء الله و سريعة سلق هنا كسoba لا ما يعني كس دلوفي الخضر اللي بغيتوه ممكن دلوا العقاة دي الجاج في واحد جنبرا كنت ديجات فتكم سوهم معكم حتى التسانة بها الطريقة هدي دفع معها قطع دي الجاج و دفع معها خضر اخرى يعني كدش روح كنت أتمنى في هذا الفكرة بجيركم و تقدمها بصحتكم و راحتكم يعني في وقت واجه يستيطب لنا الروز و الخضرة دينا بلا قوة الاواني كتقدمها لشكل سلاطة او خضر مرفوقة باللحم شوي او اي حاجة انتم و ما لكم الاختيار كنتمنى فعلا هاد الفكرة كدلك التانية انكم تجربوها وبالاخص تجربو هاد الروز اللي كيجي بحل السفة يا سلام كيجي الديد بزاف و اللي مبغاش يدير مع هزيت ممكن يدير مع الزبدة تنتمنى هاد الوصفات وهاد الافكار اشتركوا في القناة و الى حصة القادمة بادن الله اشتركوا في القناة و لا تنسوا من لايك والبرتاج و للمزيد من الحيال والافكار والوصفة الناجحة مرحبا بكم في القناة و الى حصة القادمة باذن الله